فوز ساحق لفلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية 76.66% من أصوات الناخبين كانت من نصيبه فيما حصل منافسه مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل جرودونين على أقل من 12% نتيجة تجاوزت كل التوقعات وعززت من قوة بوتين التعد الأفضل في مسيرته الرئاسية وفي تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي ولكن في المقابل شككت المعارضة الروسية في نزاهة الانتخابات واعتبرت نسبة الإقبال على التصويت التي تجاوزت 67% مبالغا فيها بوتين الذي سيحكم روسيا لست أعوام مقبلة قدم الشكر للناخبين على دعمهم له قائلا أن روسيا أمامها مستقبل عظيم شريطة أن يظل شعبها متحدا رسالة تفرد نفسها في ظل توتر العلاقات الروسية مع الغرب خصوصا ما تعلق بالملف السوري والأزمة الأوكرانية نهيك عن الاتهامات التي تلاحق روسيا بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية توترات عمقتها الأزمة مع بريطانيا التي تتهم بدورها روسيا بتسميم جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية اتهامات وصفتها موسكو بالمهزلة ردود والفعل عقب فوز بوتين لم تتضح بعد ففي وقت سارعت فيه الصين وفينزويلا بتهنئة بوتين توانت الدول الغربية عن ذلك فهل ستحمل الولاية الرئاسية الرابعة لبوتين بوادر حقبة سياسية جديدة في روسيا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة